الحمد لله الحمد لله مصرف الشهور والأيام نحمده على نعامه العظام وآلائه الجسام والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وضاف بالبيت الحرام أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعتبروا في سرعة مرور الليالي والأيام واعلموا أنها بمرورها تأخذ من أعماركم وتضوي بها صحيف أعمالكم وكعالته يأتي سريعا ويمضي سريعا وها نحن نودع شهر الرمضان المبارك بنهاره الجميل واللياله العقرة ها نحن عباد الله نودع الرمضان وقد أودعناه ما شاء الله أن نودع من الأعمال حسنها وسيئها صالحها وطالحها والأيام خزائن حافظة لأعمالكم عباد الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله تبارك وتعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه عباد الله كان السلف الصالح رحمهم الله حينما ينتهي رمضان يصيبهم الهم واللسان حالهم لسان الوجل الخائف أن يرد هل تقبر منا أم لا فهم أي السلف الصالح كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله والذين يؤتون باءاتا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون قالت أمنا عائشة رضي الله عنها هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله أي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يبنى تصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يتقبل منهم رواه أحمد والترمذي عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزروا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون هكذا عباد الله يكون المسلم مستمرا مداوما متابعا في أعماله الخير كلها حتى الوفاة عباد الله لئن انتهى موسم رمضان وانقضى موسم الدعاء والقيام فبين أيدينا موسم يتكرر في اليوم والليلة فبين أيدينا موسم يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات الصلوات الخمس هل حافظناها كما يحب ربنا أم لا يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قارتين عباد الله لئن انتهى قيام الرمضان فإن القيام لا ينتهي فهناك الوتر وقيام الليل يقول الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل هواه مسلم عباد الله بين أيدينا لحظات الأسحار وساعة الإجابة في ثلث الليل الأخير وسلاة الجمعة موسم أسبوعي وفيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله سبحانه وتعالى إلا أعضاه إياه عباد الله وإن من متابعة الإحسان بعد الرمضان صيام الست من شوال ندبنا إليها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال من صام الرمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر كله ووجه ذلك كيف يكون صيام الدهر ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجزي على الحسنة بعشر أمثالها فصيام الرمضان مضاعفا بعشر شهور وسيام الستة بستين يوما فحصل ذلك سيام سنة كاملة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولها وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخضية فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوسيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فحافظوا أيها المسلمون المؤمنون على أعمالكم وكنوزكم التي ادخرتمها لآخرتكم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا وضعوا الله وضعوا الرسول ولا تبضلوا أعمالكم فلا تبضلوا سيامكم وقيامكم ولا تكونوا أيها المسلمون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة عباد الله استقيموا لله تبارك وتعالى في جميع الأوقات وتقربوا إليه من أعمال الصالحات فالرب الذي يصام له ويركع له ويسجد في شهر رمضان هو رب شهور كلها وما أجمل الحسنة بعد الحسنة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية السحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين يا قوي يا قهار اللهم أنصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم أنصر المستضعفين المجاهدين في فلسطين وفي غزة اللهم أنصرهم نصرا مؤزنا عزيزا برحمتك يا أرحم والراحمين اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحبين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار وأقيم الصلاة عباد الله اشتركوا في القناة